الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقدم شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم فسلام من الله وصلاة على شجرة النور المذكور اسمهم في كتابه آل ياسين صلاة تنير بها القلوب وتمحق بها كيد الظالمين وتعجل بها فرج القائم بأمرك أرواحنا له الفدا نرحب بكم مشاهدين الكرام من هذه الحلقة لبرنامجكم دروب الرجاء إخبار جديد يضاف إلى سجل النور وسجل الإخبارات المدوية والمزلزلة ملكتكم هذه آخر ملكة بعدها تذهبون إلى الفوضى وبعدها إلى الزوال وصفهم بالاسم وزير المالية ووزير الداخلية وتشتقيل وتتبعهم رئيستهم الجنيه الاسترليني في أسوأ حالاته منذ فجر التاريخ الدولة التي لا تغيب الشمس عن مستعمراتها أفلت وبال أمرها والمنادي نعاها بموت الملكة هذا مصير الطغاط والمتجبرين أن يذوقوا بعدما أذاقوه للعالم فهذا مقتضى العدل أتابع وإياكم هذا الإخبار الممهد للظهور الميمون يقول معلمي آخر ملكة لبريطاني هذه الملكة وآخر حكام إيران سيد علي خاند وآخر حكام السعودية سلمان وآخر حكام أمريكا ترامب حتى أجيكم كتبوها والعنوني والعنوا أبي أبي مثل ما أقول والله ما قلت شيئا عن بينكم من هذا ريدت هاي الأشياء ما أقولها يعني بيها شوي محذور قال لي كيف ما تقولها أصمتك صمت دا ما تقولها هاي الملكة راح تجيب براها الخربطة وتضرب بهذا الملك شوفي تضرب القنبلة الذرية إلى صاروخ هذا الفوق الصوتي إلى بريطانيا بالماء وتغرق بريطانيا إلى العبد في حياة هذا وزير الصحة يستقيل وزير الصناعة يستقيل وزير الخزانة يستقيل وزير الداخلية يستقيل شوفوا هذول الماء هم هم الكرسي خوش هذا جونسون الآن رحلت خلف الرحيل انهيار بريطانيا الآن تضخم بريطانيا وصل إلى تخومة الناس نايبة بالشوارع ماكو بيوت كهرباء ماكو الآن حكومة بريطانيا سقطت بالضرب القاضية أسقطها الروسي وسيسقط بايدن ومن؟ وسيسقط الألماني بالضربة المرعبة أقول يقول معلمين لا خوف عليكم ولا عمكم تعزمين لقد أفلت أمريكا أفلت ألمانيا أفلت بريطانيا لقد سقطت بالضربة القاضية أم الفتن بريطانيا هذه إرادة الإمام المهين سينشغلون بأوجاعهم وأمراضهم لعل الله يكفهم عنا لأنهم هم البلاء ولكن إن الإمام لن يصبر بعد هذا اليوم يقينا إن الإمام مقادم لإعطائه لأنني أتخذ كم قادم كم قادم أعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفة تعليقا على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من منصبها أن بريطانيا لم تشهد مثل هذا العار من رئيس وزراء معتبرة أن التاريخ سيذكر جهلها الكارثي وكانت أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين قائلة لم يعد باستطاعة الوفاء بالتزامات في ظل الوضع الراهن الوضع الاقتصادي في بريطانيا لا يطمئن والأرقام باتت مقلقة أكثر فأكثر أخر هذه المؤشرات المقلقة بلوغ معدل التضخم في بريطانيا أزيد من 10% خلال شهر سبتمبر مسجلاً أعلى نسبة منذ 40 عاماً وذلك نقلاً عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الذي أكد أن التضخم عاد للارتفاع شهر سبتمبر الماضي مسجلاً رقماً قياسياً كان بلغه أيضاً شهر يوليو الماضي وعزى المكتب ارتفاع نسبة التضخم إلى تسجيل قفزة قياسية في أسعار المواد الغذائية إذ زادت بنسبة 14.5% وهي أكبر قفزة في بريطانيا منذ إبريل 1980 تم انتخابي من طرف حزب المحافظين لتغيير الأوضاع الصعبة التي نمر بها وعملنا بالفعل على خفض فواتير الطاقة والضرائب لكن أدرك أنه بالنظر للأوضاع الراهنة لا أستطيع أن أستكمل مدة ولايتي لذا أبلغت الملكة شارلز بأنني أتنحى عن قيادة حزب المحافظين صممت ترس على السباحة عكس التيار وتمسكت بالمنصب لكن الأربعاء كانت كارثيا بالنسبة إليها بعد استقالة وزيرة الداخلية سولا برايفرمان غادروا بريكسل كما جاءوها غير متحدين على سقف أسعار الغاز حتى وإن تظاهر قادة الاتحاد الأوروبي بالعكس في ختام قمتهم التي دامت يومين الاتفاق على خريطة طريق يناقشها ويبحث في تفاصيلها وزراء الطاقة هذا أقصى ما توصل إليه بعض مناقشات سنائية وجماعية طويلة وصعبة سيتعين على وزراء الطاقة إيجاد صيغة تحظى بإجماع مفقود حتى الآن ومع ذلك حاولت رئيسة المفوضية أن تعطي وصفا متفائلا لخريطة الطريق الجيدة جدا على حد تبيرها موسيقى هي تجارة مع الله ورسوله ووليه والقائم بأمره عقدها ضيف الدكتور أبو علي الشيباني قاصدا رضى من لرضاها يرضى رب السماء فكان حرب لمن حاربها وسلم لمن سلمها حمل بيده سلاح التقوى فأفيض قلبه بنور من الحكمة وزود ببسطة من العلم ومنصور هو من سعى إلى الله وهو محسن بقوله تعالى أرحب بك دكتور أبو علي الكلام لحضرتك تفطر شكرا زينك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين حينما تقرأ ما كتبه الطوسي والكليني وأشباه الرجال من الوهابية وغيرهم والحيدري تقول لماذا هذا التحامل على محمد هل قتل أحد رجالهم أم كانت نساءهم مسبية عنده أم محمد خالي من الرحمة من هو محمد وهل كان قبله اسم اسما محمدا يقينا في الجاهلية لم يكن هناك اسم اسمه محمد لذلك عليك أن تعلم حينما تصل إلى قضية محمد عليك أن تقف إجلالا وإكبارا فذكر ربه فصلى اللهم صلي على محمد وآل محمد وأحمد الله بعدد زنة عرش الله وأمداد كلماته وما حاط به علمه وأعصاء كتابه الذي علمني وعلمني من تأويل الأحاديث ما كنت أعلم لأدرأ بها رؤوس خاوية قد تعبت على الكذب والنفاق وأصبحوا مردة يعلمهم الله ونحن لا نعلمهم هل أنا مسؤوليتي أن أقول إن محمداً لن ينام في الليل ولم يصلي صلاةً سهواً في حياته أم مسؤولية من؟ الآية والمرجع والسماحة والشيخ عند السنة هي مسؤولية الشجر ومسؤولية الحيوان ومسؤولية الطير ومسؤولية الحجر ومسؤولية الغيم ومسؤولية السمك في البحر لماذا؟ لأن محمد هو الملك المقتدر الذي لا تأخذه سنة ولا نوم محمد هذه الآية حينما تقول قليل من الليل ما يهجعون لا تشمل محمد صلوات الله عليه لأنه هو الذي قاله فهل هو يوصي ولم يفعل بما أوصى به؟ يقيناً إنكم دجالين ومنافقين إذا كان محمداً ينام ويسهو فعلى ما يقاتل الحسين يزيد الذي لا يصلي أنا أسألكم من حق أسأل وأريد جواباً هل كل ما نسمعه نصدقه؟ خش أنا سمعت في يوم من الأيام بأن الحيدري يحتس الخامر هل يقبلها أحداً مني؟ أو إن الآية إن الآية خوش آية ينام ولا يصلي هل أحداً يصدقها معي؟ لماذا يلحيدر الصدق عن رسول الله؟ وإذا حج واحد عليك تشذبه؟ لماذا؟ يا آياتنا الكبيرة إذا واحد حج عليكم كل العالم ينفي ويقدسكم من الرأس للرجل وعن رسول الله نطلع الكتب ونثبتها بأنها صدق هذا شي توقعون يا ناس؟ أليس حرب على رسول الله مدروسة؟ ومدفوع ذمنها؟ إذا تقلوا اللي ما مدفوع ذمنها وما مدروسة؟ يعني يقيناً أنتم الغنم اللي الغنم اللي تمشوا وراكم علوج مو غنم أنا إذا حجيت على آية وقلت هذا ما يصلي الدنيا تنقلب هذا آية شا رسول الله شا رسول الله يقول في يوم الأيام أحد ببناء السيدة زينة باثنين سادة أخوة قالهم لازم هذا المقام ما يبني إلا واحد عمره ما مصلي صلاة سهو أو ما مصلي صلاة الصباح قالهم أنا السيداني عمري ما مصلي صلاة سهو هذا أفضل من محمد يصير أفضل من محمد يصير يقل لي معلم حاجتهم بهذه الطريقة يصير خوش محمد فوق كل الشبهات محمد مخالف الهوى محمد أطاع الله إطاعة مو عمياء إحنا نطيع أطاع عمياء لأن ما نفتهم أطاعه بعد أن رآه حقا للعبادة ماذا يقول علي بن أبي طالب يقول عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا بجنةك وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك يقصد محمد ترمو الله أطوني أنتو شو شبتوا أطوني أنتو شو شبتوا إذا محمد ينام كارثة تعرفون كارثة يريدون وصلونا اليهود من شيعة علي لا دولا مش شيعة علي من أبي طالب لا دولا اليهود يريدون يوصلونا بأن محمد ينام حتى تنام الأمة هي الأمة نايمة منذ 1400 سنة لحد الآن نايمة الأمة ترى بعتي ما فزت الأمة ما طول بيها هيكي ناس غنم طبقا الأمة نايمة من أصبها هذه الأمة اللي تتحكم بيها مليون إسرائيلي وإحنا تقريبا مليار مسلم مليون مقابل مليار يتحكم بينا ونبوز قنادرهم هاي أمة سافلة هذه علينا أن نعرف هذه الكتب أعدت لتدمير أهل البيت للنيل منهم يعني واحد يطلع عليك الصادق يقينا يعني يجو الصادق مثل ما قالوا ها خوش نقول علي مصادق علي بن أبي طالب نقول بس الصادق حتى يميزون الصادق كاردنا بس نتمهول اليهودية مالتهم بس نقول محمد الباقر محمد الباقر مصادق محمد الباقر موسى بن جعفر مصادق علي الهادي مصادق علي ابن موسى مصادق محمد الجوان مصادق الحسن الحسكر مصادق هذه الكتب المسمومة خلوا الصدق محصور وين بجعفر الصادق خوش كوش وحمد الجوان حسن ليش محمد الجوان ليش محمد الباقر ليش باقر العلم ليش اكوا احد من اتم م بعقر العلم اكوا واحد متخصص ذو لعدهم ولاية تكوينية يعني علي مباقر العلم علي ابن ابي طالب يعني موسى بن جعفر كاظم الغيظ ليش اكو امام ما كاظم الغيظ ملعتهم ولكم عمي الحسين كتلوا اولاده وذبحوا كل شي ويدعوا لهم ولكم عمي كافي حطينا اهل البيت في بودقة لا يحسد عليها عدوا لك مصحيح كلهم صادقين بدون استثناء ولذلك اكو مسائل من تقراه وانت عندك حقل ترجع الى قضية مرعبة هذا اللي قال لكم ابو علي الدجال المخرف قال لكم بريطانيا وين رايحة وقال ليران ان امريكا افلت صدقوني مواني والان بريطانيا ماذا حل فيها شو حل بيها بس يجي جونسون يعني القنبلة جاية مواني انا ارى ما لا ترون شلون قلت للحاج قاسم وابو مهدي رضوان الله عليهم اني معكما اسمع وارى من حيث لا ترون هذا الفرق بينه وبينهم اني معكما ارى من حيث لا ترون يقبل بها الشيخ الفلاني سيد فلان انا اشوف اكثر منه يقبل رأسني طلعني انا مش اعود انا دجال انا 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 كلهن سويهن وقولهن علي اقبل منك لان ما يعني لشي بعد مو لذلك يجون يقول صدفة انا قلت صدفة وهذا كلامي بي نوع من الصدفة معتوهين معاعدكم كرامة ولكم شو صدفة شو تبررون حتى يطلع لواحد من دولة من دولة يقول هذي افكارة مسمومة انا مو افكاري مسمومة انا واقع من قلت لكم الان اذا حجيت الى الحيدر وقلت يشرب خمر اكو عالم من العلماء مالتهم يصدقون بي الحاشية هذه السماحة والآية صدقون اذا قلت رأيسا يقولون انت منحط وكلب خنزير ابو علي اعتدع السيادة على المملكة قلت شاه محمد نطلع كتب حتى نثبت انه ينام يعني ليش ما من البداية نقول غلط هذا لا يجوز هذا ظلم لمحمد وآل محمد ليش محط الله ليش نطلع الكتب اللي نصدق بها من ان محمد نام والله معلمي عنده 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 كلام رائع مو رائع رائع نرجع الان هذا العالم بدأ يتزلزل يتخلخل محمد بن سلمان والله لو ما انت ضد اليمن وضد ايران لا امجدن فيك تمجيدا لا يمجده احدا باحد على ما فعلته ضد بايدن ايه هم سمعت بحياتكم السعودية تقل لأمريكا كلا هذا الانقلاب اللي صار بالعالم هو الامام المهدي هو الامام المهدي الامام المهدي اذا اراد اهلاك قرية اشي يسويها ينقصها من اطرافها السعودية تقب بوجه امريكا ومحمد بن سلمان يقول ما عندي على جذولي بالوقت اللي كانت العرب واكو دول لسة العجيبة اكو دول لسة تبوس بقندرة امريكا بل كان هذه الصحوة عداء الاسعود تعيد ترتيب اوراقها مع الجمهورية الاسلامية ومع الحوتين المظلومين بل كان بس اتباعها اللي الان يبوسون مقندرة امريكا اتباعها الموجودون بفلان دولة وفلان دولة وين راح يرحون الى مزبلة التاريخ الى مزبلة التاريخ انا اقلك سؤال اقلكم امريكا حينما تمجد باتفاق والدنيا مقلوبة والاسرائيلي يقولوا ماكو مثله هذا وراء الاكمة ما وراء الاكمة اكو شي يحضر اتشبير واكو شي يقول لا راح تخرجون من المولد بلا حمص عليش فرحانين هاي فاديوم مرة بالعراق اسمها رياسة رياسة عمرها ستين سبعين سنة وحبلت دي بحولنا الذبايح ومنتظرين الولد تجيبها رياسة ما عدتها ولد عرف شلون جابت الولد طلعت حية ببطنها مو ولد صار مثل عندنا مثل احبال ترياسة هاي اتفاقيتكم مثل احبال ترياسة وخلنشوف الايام والعنوني وابا يابا يابا يهماتا انا صادق ام كاذب العراق يتعاركون على المناصب ولكم هو كعكة مكاف ما مليته من الفلوس ما مليته ولكم شلون هذا الشعب راح يطمئن اذا اجت حكومة او ما حكومة والسيد مقتدى قاعد ببيته انا ما اقل لك انت مو مظلوم لا ولا انال منك حاشا لله انت عز وكرامة وابا ولكن يا سيدي هاي الناس تستغل القاعدة اذا خوش من من نامه ولم يهمه امر العراق هل ليس من العراق اكون اسطرة ما لا علاقة بالعراق نايمة من زمان بس انت ما يجوز هذا العراق وخرع اقلكم كلمة من يخاف الموت لا يصنع الحرية ومن يخاف الحرامي لا يستطيع ان يحمي زوجته الما يغار على العراق ما يغار على مرته شو تريدون بعد اللهم اصلي على محمد اللهم اصلي على علي الذي ليس مثله شيء على الاطلاق والله ما يخاف الا العراق ويغار على العراق ما يغار على مرته اللهم اصلي على الصديق العظيم فاطمة الزهراب على الزنة عرش الله وامداد كلماته وما احاط به علمه وعصى كتابه اللهم العن كل من ظلمها واستباع حرمتها واسس اساس الظلم والجور عليها اللهم العن كل من فتى بفتوته اللعينة فقضى عليها بالضربة القاضية وفجأ عليا بها سلبها ارثها وورثها وهو لا يعرف شيئا من القرآن ففتى بغير علم وهو يعلم لماذا فتى يعقينا اذا اقول بغير علم يعني هو لا يعلم اعقبة الامور عبال الدنيا وتخلص لانه ما يؤمن بالقرآن اللهم انعل كل من ظلمها واستباع حرمتها واسس اساس الظلم والجور على هل بك اللهم اصلي على الحسن المجتبى والعن معاوية ابن الطولة قال اللهم اصلي على الحسين الذي لا زال يكتب بدمه ألا من ناصر ينصرني اللهم اصلي على علي ابن الحسين على محمد على جعفر على موسى على علي اللهم اصلي على محمد على علي على الحسن العسكري على الامام المهدي القائد والرب والالله ترضون ما ترضون كيف ما تعنيوا لي شيء اصلا عندي شيء في عقل نرجع الى هذا الامام العظيم الذي يترقبنا منذ الف وماتين وخمسين سنة هل الامام ما لقى ناس يثق بهم على مرة الالف وماتين وخمسين سنة ام الامام وجد هذه الناس ولم يجد الحاضنة الامام وجده كل سنة يجد ثلاثمية وثلاثمية وثلاثمية ولكن لم يجد كل سنة حاضنة الناس متعطشة الى الامام ولكن لم يكن لديها وعي اذا هذا بدكان يقول محمد يسهو يقدر يقولهم اكو امام بالحلقة الضيقة يقولهم داعتكم انا الامام جاي وين دوروني الامام يا امام يا دنيا هذا اللي يريد اخذ من منصب سيد علي السستاني عزه الله ورفع من شأنه ويقول انا الاعلم منه والناس نصبوا والدول نصبوا شوفوا الوساخة وين صارت يحتدي على مقام الحوزة الشريفة بهذه الكلمات التافهة هذا يقبل بالامام اذا طلع الامام وربعه ما يقبل خوش غير اكو حاضنة للامام خوش احنا يعني هاي اللي اجت ثلاثين او عشرين مليون خلن نقول وين الحاضنة مالتها الحاضنة مالتها وين القيادة وين عدنا سبعة الاف قائد مليون قائد الذولة العشرين مليون خوش ذولة العشرين مليون العدهم مليون قائد طلع من عدهم اربعوية الامام وش قد والبقية ولا واحد من وي الامام لانه مصلحته تنتضارب مع الامام خوش اذا اجا الامام ونصب محكمة مو مثل نصب محكمة تقبل بها الناس وهو الذي سيملأ الارض قسطا وعدلا اذا ما بها فساد وبها علم واذية وكذب ونفاق الامام يقدر ان يصلح هذا الكون بدون قاعدة بدون جماهير بال313 شو هو هم يجيك واحد يقول لك الامام غلط وغامر الان قبل كان سيف واحد يقبال الثاني والقوي ياخذ الضعيف الان صواريخ كروز ومصايب ويقل لك اذا توقف الصاروخ البندقية ما توقف كبسولة وابرة شو وقفه حتى اجل الدجالة يضل بس السيف هال بي كي سي شي وقفه هاي ما تشتغل على الكمبيوتر تشتغل على ايدك مو الهاون شي وقفه صيروا عاقلين احنا الان نمر بمرحلة شنو المخاب ولم يبقى الا القليل امامكم سلمان وحينما ينتهي تظهر امور في الوطن العربي مرعبة يشتبك اهل السعود بينهم فيقتلون قتالا عظيما والقبائل تستحوذ على النفط فيسقط العالم بالضربة القاضية يصير بير يصير برميل النفط يصير بسبعمية وبالف دولار العنوني العنوني الا ما اكون صادق لان السعودية وروسيا اذا اختفى النفط بعد ما تضرب روسيا والان ماذا استخدم بوتين استخدموا مكانات الطاقة باوكرانيا الان اجتمعوا اهم الدول بالعالم الروسي الصيني السعودي خوش فنزولة كان مصدر للنفط بالعالم ليش ناس هتجد بالشوارع القيادة حينما تكون حكيمة مثل فنزولة او رئيسها رئيس وزراؤها بناها ولم يعتمد على من على النقد الدولي لبنان كل الخيرات بيها واكبرها بالنسبة الفنزولة انظر القيادة القيادة حينما يكون القائد عفيفا شريفا مؤمنا راضيا بقسمة رزقه مو يبني دول وحينما الحاكم يرضى بسرقة اموال الناس ويريد ان يدفع من وضع وديعته الثمن ويحمله مسئولية السرقة ويحمي السارق لن يصنع دولة لو اجتمع الامام الحجة ومن معه لان الامام الحجة حينما يجتمع يجتمع على عدل هاي فلوس الناس ترجعون فلوسها كاملة يعني ما مسئول انت رحت لعبت بيها قمار اخذتها اهربتها شل علاقة هاي مثل العراق يطلع مليارين لا مو مليارين يا بويه العراق كله ما بيوق ولا زال الحرامي يحاسب من يحاسب البريء لان البريء حينما يشتكي حينما يشتكي على اللص بيوميا يقيلون ويسوون حرام والادلة موجودة هذا واحد بالحلة من العمارة ادري من البصرة ايجي كتل مرت وصاحبها مرت شردت ويصاحبها حكمه بالاعدام ثلاث مرات اعرفه هذا فقير ما عنده يدافع عن نفسه بس يا حكومة بغداد يصير واحد مرت تروح الهوي واحد والشرف احنا اهل الشرف اهل الكرامة يصير راح يقل لك ما يصير كما تنفض وتقوم كلك مو بس اذا واحد انصاب هنا بحجرة وطلع دمه تنتفض انتفاضة تشري اللي انا اقدرها ولها الحب والاحترام لذلك احنا محتاجين شوية تعدل مو صحيح محتاجين شوية عدل وحينما يكون العدل يكون الملك لان الملك اساس العدل ماذا يقوله كسره هذا اللي يسبونه ويشتمونه كسره كاتب على السيف مالته اذا دام العدل عمر واذا دام الظلم دمر نعم شكرا لك دكتور مناخد اتصال السلام عليكم تفضلوا مي معنا بديتي تتحسنين لو لا من اخدت الخليط هو انا من اخدت الخليط كان عندي سقوط بالقجم معتلال العصاب اضعالي نصف التحسن ما في 50% والحمد الله والشكر لاناني ماكو طبيب اعالي لها المعالج هاي واني واكا من هاي وفضل الله وفضل اهل البيت وفضلات خوش بش ما عندي طوارس راح اسمعيني يعني ما رجعلي نعم شكتر صار حدي السقوط قدم شكتر صار له صار لانسانة عمر 5 و 40 وانسانة عمر 52 سنة يعني صار 52 سنة احنا اجينا غيرنا هذا سقوط القدم بشهر بقمس تشهر مو صحيح والله اضعالي يعني يتغير كل السنان والحمد الله والشكر خوش احنا راح نخليش تقومين بدون عكازة عندي خليط بعد ما طبتم سقوط القدم عندي خليط يخليش الطيبين باذن الله شوف الطيبين لو ما الطيبين اللي سوى هذا الطبيب صار 5 و 40 سنة ما اقدر يسوي شي سوى هذا عملية اعجاز يا ستنة لو مو عملية اعجاز شو قلت الطبيب لازم رح تدل الطبيب اللي ستنة لكم طبعا روحوا وما حتى علاج ما يطوني ما يطوني جديد ما عندهم علاجة ما يطوني علاجة احنا ان شاء الله راح نخلي نحشوياتش ونطيهم الخلطة الجديدة والطيبين فدنوا وتخابرين تقولين طيب ان شاء الله باذن الله اهلا وسهلا انبأتنا يا دكتور بأفول امريكا واتباعها بريطانيا وهنأت السعودية لمواقفها الاخيرة وكأنك تلمحوا الى ان زمن الطغاة والمتكبرين قد انتهى وبتنا على مقربة من اللقاء لا احد يصدق ماذا يجري في العالم هل هذا صنع السياسة ام صنع الامام صنع الامام ماكو سياسة احنا كل شي في قدر ارجعوا الى الى خمس تشور هل كانت السعودية تجرى ام تقف ندا ضد امريكا لا احد كان يجرع للوقوف لا يمكن ان يجرع السعودي اللي حينما توفى الملك عبدالله اجن طيارتين محملات بالسي اي اي بحدود الف ضابط اجن حتى يديرون شؤون المملكة الان المملكة نريتها ترجع الى صف العرب انا اسأل المملكة التي اعطت الاوامر واتحدت على تخريب ليبيا وتخريب العراق وتخريب سوريا اليس كان خطأا غير مدروسا صاغه الامريكي ونفذه السعودي الان السعودية ماذا تقول لو كان العراق معافا ولم يأتيه من يحرقه من الامريكان واذنابهم لكان العراق الان قوة مرعبة بوجه كل التحديات بالعالم انظر العراق الان تركيا تضرب عارف شون تدمر باسليمانية وباربيل بتهوك في النواحد يقدر يحشح ناس وي امريكا وناس وي تركيا وناس وي الصين وناس وي بليس وناس وي الصومال انظروا ماذا فعلت امريكا بالصومال من عصر الاربعين سنة لحد الان شوفوا الصومال شبيه الذي يقوم به السعودي الان يقينا يحمد عليه ولكن من جانب اخر ليرفع يده عن اليمنين ويصالح ايران الجمهورية فحينما يضام السعودي والايران معافا سيقف الايران مع السعودي على بينه ويقف اليمن مع السعودي لذلك حينما نبدح لان هذا العمر يستحق ان يقف الانسان امامه باجلال واكبر نعم دكتور هذا الاخبار لا يقل قوة عن اخباراتك السابقة من استشهاد الحاج قاسم والحاج ابو مهدي المهندس رحمة الله عليهم الى عبدالله صالح وغيرهم الحديث الاول لواشنطن كانت دول الخليج نراهم اليوم غيروا البوصلة واتجهوا نحو الهند والصين وروسيا هل هذا مصداق لاخباراتك ان امريكا افلت وتقهقرت افلت والى الابد هذا معلمي انا كنت قاعد فاجاني مسرع من قلت للسيد علي الخامنة بالتلفزيون السيد حسين الله يحفظهم لقد افلت مؤانا اللي قلت شو انا من اكون حتى لي انظروا الى امريكا الان افلت شو افلت افلت الدنيا مقبلة على زوال هذه الدول هذه عدالة الله لازم يقيم عدالة في الدنيا والاخرة فهذه جزء من العدالة الانتقام الالهي دكتور بالعودة الى كتاب الله يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتابا فصلت اياته واحكمات صدق الله العلي العظيم القرآن الكريم له ظاهر والف الف باطن فسروا وشرحوا للناس بالظاهر وتركوا الباطن برأيك يا دكتور لو كانوا علماء حقيقيين كما يزعمون الا يفتح ابا صالح بصيرتهم على فهم البواطن دول اهل الدنيا دول اكلوا حرام استحوذ عليهم الشيطان وانساهم ذكر الله وقلت للاخ ابو مصطفى يطلع للآيات نعم سنعرض الآيات بس انا اردى سأل سؤال اقرأ هذه الصورة الصفات سلام على ابراهيم سلام على موسى وهارون سلام على نوح سلام على الياسين حطوها شلون لماذا هنا لماذا هنا يا جماعة يا ناس محرفة لهم محرف ما تجاسرون تم جاسرتوا على محمد ضل القرآن اسمعوا سلام على ابراهيم سلام على موسى وهارون سلام على نوح بأي بصورة واحدة سلام على الياسين ليش خو سلام على ياسين مصحيح شوفوا نفس الكسرات ونفس كل شي بس اين حطوا لها اين خوش هذه اين المفروض سلام على الياسين الحد اللي حقت شوها هذا هذا قرآن شوفوه اعتبرون ما غدت جاء الحيدر ما طلعت لي وقلت له هذا هذا غير شكيل خوش اقرالكم آية قرآنية اعداد كل حشينا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين اسمعوا هاي هذا الله شي يقول للشيطان قال هذا صراط علي مستقيم مو على شتون هذا صراط على صراط على مستقيم ولجته وخروا نقطتيا وحطوا الهركزة قال هذا صراط علي مستقيم الا اتبعت الولاية يقول ان عبادي ليس خوش محمد ينام من عباد الله لو هم العبادة مستعود علي الشيطان الاخ شلون ينام شلون يصلي صلاة الصباح وما يصلي هاي يقول شي يقول يقول ان عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان يعني محمد ما يصير يسهو السهو من 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 الشيطان يا شياطين اقرأ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين يعني عباد الله ما يقدر الشيطان يوصل لهم شلون محمد نام نعم دكتور تفضل ولذلك اخوان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك يعني كيفينا محمد ويسهو بدون شيطان كارثة والله نعم دكتور سيقول لك البعض انه غلط مطبعي خطأ مطبعي او انه نبي ليش يجا هذا العبد الضال ما صلحوه ما يصلحونه ما يجتمعون علماء الامة علماء الطين ما يجتمعون وصلحونه هاي سلام على ابراهن بصورة واحدة سلام على موسى وهارون سلام على نوح سلام على الياسين يعقلها الواحد حتى المخبل ما يعقلها نعم اسمح لي اتصال قالوا السلام عليكم تفضلوا من معنا السلام عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله انا ليلى عبدالسادة من البصرة اهلا يا ليلى اهلا امرين السلام عليكم دكتور خادم الجنبكم الكريم تسلم عيوني السلام على المنادي لوحد من على اسفار دمشق الله يحفظكم امريني ويحفظك بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اننا سمعنا منادي يلي من ايمان ان امنوا بربكم فامنا امنا بربنا وبك المنادي خادم لكم اهلا وسهلا تسلم عيوني دكتور عندي شغل كنيمك اول شي اشكرك وثاني شي استفتار خادم الاستفتار اخامي اضايق وقتك ومشاهدين حتى لو بالحلقة اذا امكن تسلم فدو اروح لك اولا اهنيك بالهذا انجاز العظيم يعني تقدمت حضرتك وثاني شي اشكرك بالنسبة لشفاء اختي زهراء بتفاطمة خذينا متنة بشهر السادس هي تكرم الدورة من خربطة عليها اول مرة خذنا متنة من الاول كان عدتها تليف بالرحم ورجعت الخربطة تسمعني ايه ورجعت الخربطة طلعتها ارتفع بهرمون الحالي اخذنا بالاسبوع الاول انتظمت الدورة تكرم اكرم المساعد لا احنا دقيقين الخليطة لدينا ما موجود بالعالم مثله غصبا على الناس خذت وجبتي وهس استلمت السادس الحمد لله بس شنو هي سلم عليك دكتور تقول اتخاف كون ترجع لها بارد ما ترجع صدقيني ما ترجع بعد باذن الله بعد اؤمريني الان اؤمريني استسلم استفساري دكتور الى شهد استسلم العام انا بتاريخ 27 عشرة اتصلت على حضرتك بمكالمة خاصة قلت لك انا اسمي ليلى عز السادة عزتين قلت اكتب اسمي يمنا قلت ادعي لي ادعي لي بالحضر التوثيق والشفاة التام انا شاهد هنا حضرتك ظهرت بالحلقة ولا يحرمنا من ظهورك الله اسأل الله لا يحرمنا من ظهورك بالحلقة ظهرت بالحلقة ورا يومين قلت كثير من الناس يطلبوه مني الدعاء ولكن معلمين لم يعذن لي في دوره لك ممكن لك مو انت المقصودة صدقيني صار صار يا ليلى صار ليلى عزتين ليلى عزتين عزتين قل يا الله ان شاء الله ان الله مكنني الله ماير الدعائي ان الله مكنني ان شاء الله الله يبيض واش يجد دامج وشوف يبيضه لولا اهلا وسهلا قل يا الله شكرا لك تصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور عن الامام علي عليه السلام يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سماني ربي في القرآن بسبع أسماء طاها ومحمد وأحمد والمحمود وياسين والمزمل وعبد الله ما رأيكم بهذا الحديث يا دكتور وهذا هو صحيح فعلا خوش سؤال انا قلت اذا قلت انا الحيدري يشرب خمر الدنيا تنقلب علي عرف شون اذا قلت ما يصلي صلاحة الصبح خوش لا انت جاحد انت مخوش آدمي انت جاوزت على السماء قلت شا محمد من تلقون بيبا الكتب هاي ليش ما تقولون هذا تجاوز على الله وتجاوز على محمد وهذا كذب ونفاق على الله ورسوله ليش ما تقوم قيامتكم اطلعون شي تثبتون بان محمد ينام عجيبة نعم دكتور بختم الحلقة شو تحب توصل مشاهدي نحن ندمغكم بالحجة البالغة وما الحجة البالغة الا لله ورسوله والمؤمنين لننتظر ماذا سيحدث في السماء والأرض فحينها تعرفون ان الامام اصبح قابق وسينئة وادنى ولكن لماذا انتم تتبعون الشيطان وهو يقول بفمه الملآن اني غويتكم فاتبعتموني ودعاكم الحق فانكرتموه اقول لكم لم يبقى لكم من الوقت ان هذه الحروب والتهيؤات التي اصابت العالم بالخبل وهذا عن اقص الموات والنفط في الغرب دليل على ان اتاها يومها الذي قال الله فيه محكم كتابه اتى امر الله فلا تستعجلوا انا اقول لكم اتى امر الله فلا تستعجلوا ولنرى الايام القادمات الذي جعل السعودية ندا لامريكا يقينا ان الله بصير بالعباد عجل الله تعالى فرش مولانا صاحب العصر والزمان شكرا لك دكتور والشكر لكم مشاهدين اشتركوا في القناة